بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهدين الله أصلي على محمد وآله محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عفتة من لساني يفقق قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله أصلي على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطرع الفجر من ليلة هابت ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطبع الفجر صدق الله العلي العظيم ليلة القدر باب من أبواب الرحمة الإلهية التي فتح الله تعالى لعباده ومصدر من مصادر الفضل والخير التي جعلها لهم ولقد استفاضت الأحاديث والروايات والأخبار الدال على عظيم عطائه سبحانه وتعالى للقائد بها للمحي لها ومزيد مخفه به وجزيل ثوابه له بل تعددت وتنوعت في دلالتها على ذلك بما لا يمكن حصره ولا عجل فعن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال من أحيا ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفرت دنوبه ما تقدم منها ومن قانت ليلة القدر غفرت دنوبه ولن كانت أدد نجوم السماء ومثاقين الجبال ومكاير البحار اسمح هذه الضواية اسمح هذه الضواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى ومنهم جبرايل الروح الأعظم عليه السلام وينزل ومعه ألوية فينصم لواءاً على قبر على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله الله صلي على من القواني يا ربي صلوات هذه الليلة الليلة من محات الربانية ثيوغات الرحمنية فوقع تكون صلوات أعلى أكثر حراراً صلوا على محمد وآله الله صلي على من القواني فينصم لواءاً على خبره ولواءاً على بيت المقدس ولواءاً في المسجد الحرام ولواءاً على طور سيناء ولا يبطى مؤمن ولا مؤمنة إلا صافحته الملائكة إلا من الحمر وآخر لحم الخنزير هي ليلة الرحمة هي ليلة السلام هي ليلة البراع من النار هي الليلة المباركة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منبرين فيها يفرط كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحمةً من ربه إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين تنزل الملائكة والروح فيها لماذا تتنزل الملائكة؟ ليسلموا على المؤمنين واحداً واحداً ليتشرفوا بالحضور عند مولانا صاحب العصر والزمان تعرض عليهما يقدر لكل كائن لكل فرد من مقدرات السنة المقبلة ونحن نقول نخاذبه كما خاطب أخوة يوسف يوسف فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَسَّنَا وَأَهْلَنَا قُرْ وَجِئْنَا بِبِرَاعةٍ مُسْجَالٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْنِ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي مُتَصَدَّقِينَ دعاءه الجوشن الكبير المذكور في كتابي المصبح والبلد الأمين والعلامة المجلسي في البحار دعاءه الرفيع الشام عظيم المنزدة مروي عن زين العابدين سلام الله عليه عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله هبط جبرئيه على النجي صلى الله عليه وآله وهو في بعض غزواته وكان عليه جوشاً ثخيل آلمه فقال يا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله من أجن الأعمال في هذه الليلة الاستغفار والإكثار من الصلاة على محمد وآله اللهم صلى على محمد الله يحمد يا محمد ربك يطلئك السلام ويقول لك اخلع هذا الجوشاً واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك ولأمتك وأطال في ذكر فضله ومن جملة فضله أن من كتبه على كفنه استحى الله أن يعذبه بالنار ومن دعا به منية خالصة في أول ليلة من شهر رمضان المبارك رزقه الله تعالى ليلة القدر وخلق له سمعين ألف ملك يسبحون الله ويقدسونه وجعل ثوابهم لك ومن دعا به في شهر رمضان ثلاث مرات حرم الله تعالى جسده على النار ووذك له ملكين يحضانه من المعاصي وكان في أمان الله طول حياته في الخبر أن الفسيع سلام الله عليه أبو الشهداء أبو الأحرار منار الثائرين يقول أوصاني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن معلمه أهدي وهو ألف اسم وفيه الإسم الأعظم هذا الدعاء يحتوي على مئة فصل كل فصل يحتوي على عشرة أسماء من أسماء الله تعالى ينتهي كل فصل بهذا التسبيح الاستغاثي سبحانك يا لا إله إلا أنه الغوف 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 خلصنا من المال يا رب وفي كتاب البلد الأمين إضافة إلى ذلك والصلاة على محمد وآل محمد الله والصلي على محمد وآل محمد كل مقطع كل مقطع من مقاضر هذا الدعاء يتكون من مكوينين من أمرين الأمر الأول من المعطى والأمر الثاني من الطلب المعطى هو معطى التقديس والتنزيح عن الشبيل معطى التحميل والتحميل والتنجيد والتعديد من عم الله وآلائه معطى من أسماحه الحسنى وصفاته الأولى ثم يأتي بعد ذلك الحم والمتوى الثناء على الله عز وجل يأتي ماذا؟ يأتي الطلب والمسألة والحاجة وما أجمله وما أكمله وما أجله وما أفضله وما أروعه وما أبدعه وما أوقعه وما أسمعه أن يدعو الداعي ويرجو الراجي وينشد الأناجي ربه بمثل هذه البيلة بماذا يدعوه؟ بخلاص الطلبه من النار بفكاة رهبته من النار بصيغة الطلب الجمعي خلصنا من النار يا رب هذه اللفتة في أدب الدعاء والمناجات لعضوه عز وجل معطى ثم طلب تقديم الأسماء الكسنة ثم المسألة والفاجئ لها مسترد قرآني بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الكسنة فادعوه بها ولله الأسماء الكسنة فادعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُرْحِنُونَ فِي أَسْمَاءِهِ سَيُخْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ما كانوا يُرْحِنُونَ الآية 180 في سورة الأعراء الآية 110 في سورة الإسراء في سورة الوعد الإلهي قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيًا ما تدعوه فله الأسماء الكسنة وكما أن هذه اللفتة الكريمة لها مستدد في القرآن لها مستدد أيضاً في روايات في أدعية أهل البيت عليه السلام المطع الثالث من دعاء يوم عرفة وانا تعمت هذا المطع لأن أدعية الشهر الفضيل تركز على ثلاثة أشياء ثلاثة أمور الأمر الأول فتاة ميطاب من النار الأمر الثاني الانتصار لدين الله بين يد المولى عز الله تعالى والأمر الثالث التمهيد لأباء فريضة الحج من أول من أول ليلة مليار الشهر الفضيل دعاء الحج اللهم إني بك ومنك أقوم حاجتي ومن طلد حاجة إلى الناس فإني لا أقوم حاجتي إلا منه شو بيقول أمس سيئاً سلام الله عليه ونأخذ في الدعاء رأساً يقول يا أسماع السامعين يا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد السادة الميامين صل على محمد وآل محمد هذا التمجيد ثم يأتي بعد ذلك الطلب وسؤال حاجة وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم نظرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني ما هذه الحالة التي ينفذها أرواع الله أسألك فتاة رخبتي من النار لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الفن وأنت على كل شيء فدير يا ربي يا ربي يا رب نحن في هذه الليلة ندعو ليلة الرحمة رحمة من ربك ندعو يا أرحم الراكمين يا أرحم الراكمين يا أرحم الراكمين انت شايف يرون الدعاء بشوة بشير يصفان هيئة الإمام وهو يدعو ربك وهو يناجي ربك وهو يرتقي في المشاعر وهو الشعار المنادية شون مصفوح الإمام السلام عليكم عليه وهو يدعو بهذا المقطع يقولون ثم رفع رأسه وبصره إلى السماء وعليناه ماطرتان كأنهما مزادتان وقال بصوت عام يا أسمع السامعين يا أقصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراكمين كانت له في يوم عاشورة بكربلا دمعة أدبير ولكن هل كان يستطيع أن يرفع بصره؟ هل كان الرأس أصلاً موجود؟ هل كان يستطيع أن يرفع بصره؟ أمحال العطش بينه وبين السماء كالدخان دعاء يردده يردده وهو دعاء فسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الحندق ويوم الأحزان أنت ثقتي في كل كربة وأنت رجائي في كل شدة وأنت بي في كل أمر نزلني ثقة وعدة إلى آخرين هذا الدعاء هذا الدعاء يبقى أن الإمام سلام الله عليه يبدو متوازن متماسق ولكن هناك دعاء يبدو عليه الإنهيار يناسب هذا الظرف الذي نحن فيه دعاء للمكمل للحاجة للحزن للبلاء الشديد للأمر العظيم المستصعر وهو الدعاء الذي علمه زين العالمين سلام الله عليه إظهر إلى صدره والدماء تفور من جسده الشريف ما هذا الدعاء؟ الحق ياسين والقرآن الحكيم بحق طاهر والقرآن العظيم يا من يقدر على حوادج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفساً عن المكروبين يا مفرجاً عن المغمومين يا رحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وفعل في ما أنت أهلك من المغفرة والرحمة ولا تفعل في ما أنا أهلك من العذاب والنكمة برحمتك يا رحم الراحمين يقول أمير المؤمنين السلام عليكم أفيدوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر ورغبوا في ما وعد المعتقين فإنهم أصدقوا الوع واقتدوا بهدي نبيكم فإنهم أفضل الحديد واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديد وتفقه فيه فإنه ربيع قلوب وأحسنوا ثلاوته فإنه أنفع القصص فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عبد الله ألزم مع السور الدخان يروي أبو حمز الثمالي عن أبي جعفر الباطر عليه السلام أنه قال من قرأ سورة الدخان في فريضة من الفرائض بعفه الله من الآمنين يوم القيامة وأوله تحت ظن عرشه وحاسبه حساباً يسيراً وأرضي كتابه في يمينه سورة العنقب الكبروم أبو بصير أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال من قرأ سورة العنقبوت والروم في شهر رمضان في ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أما محمد من أهل الجنة فهو والله من أهل الجنة رجاء وتوسيع أن نقرأ هذه السورة على طهارة خاشعين خاضعين مخبتين بالله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً وتصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ماذا لا إلها بالخشوع هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجفار المتكبر سبحان الله عما يفرقون هو الله الخالق الفارغ المصور له الأسماء القصنى يسفق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأنصر على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يقع الفكر من ليلة هابج ولك قبلي تبعك أو بنوا تعمرني عليك لا بو في التوسل فقد دع القرآن الكريم إلى التوسل وإبتغاء الوسيلة واندهاج سبيلها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا التقوى وابتغوا إليه الوسيلة وجاندوا في سبيله لعلهم تفلكون المادي الآية 35 الآية سورة 50 في سورة الإسراء سورة الوعد الإلهي أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويذون رحمته ويطافون عذابه إن عذاب ربك كان محنورا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إغراهيم ربه بكلمات فأدنهم قال إني جاعدك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الإنامة عهد الله ولا ينال عهد الله الظالمين ينال عهد الله المحسنين يسأل الإمام صلى الله عليه عليه ما هذه الكلمات التي اكتلي بها إبراهيم فقال هي باب الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم رواية قصة لأذن البيت عليه السلام أن آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة فسأل عنها فقيل له إنها أسماء أجل الخلق منزلة عند الله ما هذه الأسماء؟ الإسم الأول محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعليه وفاطمة والحسن والحسين فدعا بهم توسل بهم فتداركت هذه الكلمات بالنجاة والرحلة صلى الله عليه وسلم أذن الله فقيل الله حظكم لكم إن كنتم مؤمنين يا إلهي العزيز نسنا ومهلا ننضلك وجئنا ببضاعة مرجال فأوفنا لكين وتصبح علينا إن الله يجزي المتصدقين أبو حمز الثماني رجل غلاية ونحن في هذا المكان نجدد عبد الولاء وعبد اللباء يقول حدثنا عليهم الإنسان عليه السلام أي الوقاع أفضل فقلنا الله ورسوله ورسوله أعلم فقال لنا أفضل البحار ما بين الرب والمقار ولو أن رجلا عمر ما عمر نوب في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليلة لذلك المكان ثم لقي الله بغير ولاية لا ينفعه ذلك شيئا لا ينفعه ذلك شيئا وقدمنا إلى ما عملوا بعمل فجعلناه هذا منثورا منثورا عصف مأقول حكام في الذروب والرياح حديثا شائعا في كتب المسلمين على اختلاف مشاربهم ومجاتلهم أن تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا للذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعن المصارحات كلها أسألكم عليه أجرا إن من مودقة القربة ومن يعترف أسنة نزف له فيها حسنة إن الله بخمور بخمور ما هذا الحديث؟ من مات على حب آل محمد مات شهيدا الله مصلي على محمد الله محمد من مات على حب آل محمد مات مغفورا له الله مصلي على محمد وليس مهمت مات مغفورا Gelimha ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا مصلي على محمد وأليم محمد ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا في الموحنا واستمل الإيمان وعن الم صلي على محمد وليس محمد ألا ومن مات على حب آل محمد بشرت ملك الموت من جنة ثم غلتهم ملكير الله مصلي على محمد الله مصلي على محمد ألا ومن مات على حب آل محمد يزفف إلى الجنة كما تزفف العروس إلى بيت زوجنا الله مصلي على محمد ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قدره بابان إلى الجنة الله مصلي على محمد ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله خبره مزار ملائكة الرحلة الله مصلي على محمد ألا ومن مات على حب آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه ها يسمى الرحلة إلا وإلا ألا ومن مات على حب آل محمد مات كافراً ألا ومن مات على حب آل محمد لم يشمل إحت الجنة يروي الشيخ الصدوق في معاني الأحرار عن الأصغف أب النباتة قال أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لي جغسك الله صلى الله عليه وآله يا علم أتدري ما معنى ليلة القدر قلت لا قال ليلة يقدر موار فيها عز وجل ما هو كائن إلى يوم خيار فكان فيما قدر ولايتك وولاية الأئمة من ولبك اللهم صل على محمد وآله أعوذ بجلال وجلالك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الكريم الليلة في هذا ولك يقبل كبعكم أو بنهم تعلمني عليه ما الثمار ما الثمار التي يجنيها المستخف الثائف بهذه الليلة من هذه الثمار الثمر الأولى قفران البنو والفطايا والفوض بجنان الحل بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاسترثروا لذنوبهم ومن يغفر الجنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم منغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الثمر الثانية وجدان التوبة والرحمة للهية واللقف والسبب والمدد الإلهي بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا بواها كوابا رحيما الثمر الثالث رفع العذاب الأليم المنزل الممرن المقضي بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون التمر الرابع أو الخامسة فتح أقواب السماء والإمداد بالأموال والبنين وتحصيل المهين على لسان نوح بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربهم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نخاطب بما خاطب فقدت يوسف أباهم قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا قاطعين قال سوف أستغفر لكم رحيم إنه هو الغقول الرحيم كان يصفهم ويؤمنون على دعائه يا رداء المؤمنين لا تخيب ردائي يا غوف المؤمنين غذني ويا عبد المؤمنين أعني ويا حبيب التوابين خوبة علينا خوبة علينا خوبة علينا